تحذيب الخادمات قضية إنسانية تستدعي الانتباه في جميع أنحاء العالم هناك العديد من الخادمات اللواتي يعانين في صمت ويتعرضن لتحذيب ومعاملة غير إنسانية في هذا الفيديو إن شاء الله سنلقي الضوء على هذه القضية المؤلمة ونسعى لرفع الوعي حولها إحصائيات وحقائق وفقا للإحصائيات فإن آلاف الخادمات يتعرضن سنويا لسوء المعاملة والتعذيب من قبل أربع بالعمل في بعض الدول تشير التقارير إلى أن أكثر من 50% من الخادمات يعانين من أشكال مختلفة من العنف بما في ذلك الضرب والحرمان من الطعام والعمل لساعات طويلة دون راحة مثال على ذلك قضية خادمة تعرضت لتعذيب مروع على يد أسرتها المستضيفة مما أثار دجة كبيرة وأعادت تركيز على معاناة الخادمات الأسباب والعوامل تعذيب الخادمات له عدة أسباب أبرزها الفقر والإضطرار للعمل في ظروف قاسية للحصول على لقمة العيش كما أن الجهل بالقوانين وحقوق العمال يجعل بعض أرباب العمل استغلون الخادمات بطرق غير إنسانية أيضا يمكن أن يكون هناك لا مبالاة أو تواطئ من قبل بعض السلطات المحلية مما يؤدي إلى تفاقم المشكلة من المهم أن يدرك المجتمع والحكومات دورهم في حماية هؤلاء النساء وتأمين حقوقهن هناك بعض الخصص والشهادات قصة فاطمة خادمة من أحد الدول الأسيوية تعرضت للضرب المبرح والحرمان من الطعام لعدة أيام لأنها كسرت كوبا بطريقة الخطأ لقد تمكنت في النهاية من الهرب ولجأت إلى إحدى المنظمات الحقوقية التي ساعدتها على استعادة حياتها هناك أيضا قصة أخرى لخادمة تدعى سارة التي كانت تجبر على العمل لساعات طويلة دون راحة وكانت تضرب بانتظام من قبل أفراد الأسرة التي تعمل لديها هذه القصص ليست سوى أمثلة قليلة على معاناة الآلاف آلاف الخادمات حول العالم إذن هنا نقوم بالدعوة للتحرك إنهاء هذا الفيديو برسالة قوية يعني أريد أن أنهي هذا الفيديو برسالة قوية علينا جميعا أن نقف مع حقوق الخادمات ونعمل على حمايتهن من الظلم والتعذيب إذا كنت تعرف أي حال التعذيب أو سوء معاملة فلا تتردد في التبليغ عنها دعم المنظمات التي تعمل على حماية حقوق الخادمات يمكن أن يساهم في إحداث تغيير حقيقي في حياتهن ترجمة نانسي قنقر